السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بطلاب العزة. مرحبا بالأطباء الكرام. معكم الدكتور واضح الحاج. استاذ بردونتولوجي عند وراء الميديسين. طب الفم وامراض وجراحة اللفة. نواصل اليوم محاضراتنا في البردونتل سيرجيري. وسنتحدث عن محاضرة اقرأ في الرجنريشن او الرجنراتف اه سيرجيري. طبعا المحاضرة السابقة تكلمنا عن البونغرافت واليوم بنتكلم عن شيء عن شيء اخر اللي هو او ما يعرف باسم الجي تي ار ميمبراين. طيب الان ما هو تعريف الجي تي ار ميمبراين او الرجي تي ار ميمبراين بشكل عام كعملية. هي عبارة عن طريقة تستخدم للبريفنشن اف ابثيلي الميجريشن يعني نمنع اه زحف الابثيليم على سطح السيمنتم للبوكت. طيب وكمان نحافظ على عشان نسمح بالكلوت. طيب ايش الكلام هذا انا يعني ما فهمت الالكترون. طيب بتلك كلام وقالي تريد التعريف وما فهمت الفكرة. طيب خلونا الان نتكلم عن مثل. نضرب المثال بان انا انا نوصل وصل فيها الفكرة. انا الان اريد مثلا في معي الدفعة تبعي. الدفعة تبعي هذا الطلاب الامامي. وبعدين في المحاضرة القادمة انا اريد مثلا ان انا اا اكرمهم وفقا للايش لالتفوق تبعهم. بيكون تكريمي لاصحاب الصف الاول اللينا متعود عليهم انهم هم المتفوقين وقشوا قدامي مثلا. ولا قل مثلا. طيب. لما وصلت الساحة. بديت اكلمهم وقل لهم يلا. اللي اتوك 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 يعني تحركوا بسرعة على القاعة. اه احنا بنكرم اصحاب الصف الاول. فبسرعة هذا الوقت كلهم بحثوا عن التكريم. انا غرضي ان انا من? ان انا اكرم اصحاب الصف الاول اللي هم في نظري متفوقين. لكن اللي حصل شيء ثاني. اللي حصل انه انطلقوا الجميع بيت تسابقوا للمكان. فالطبيعي انه اللي بيوصل للصف الاول هم من الاسرع وليس الافضل. مش المتفوقين اكثر. انا ادخل امامي بلاقي انه الصف الاول مش اللي كانت اشتري كارمهم لانه الصف الاول اللي سبق فيها الاسرع وليس الافضل. طيب يا دكتور ايش علاقتي بهذا الكلام? نعكس هذا الكلام على حالتنا احنا. احنا الان نتكلم على على موضوع الريجنريشن. طيب الريجنريشن. الان انا في عندي في كومبلكس موجود عندي في البردونشيام. الكمبلكس هذا عند منطقة البوكتة تتكون من اربع اشياء. اول شي الابيثيليام اللي موجود اللي هو عند الجنكشن ابيثيليام. وبعدين نكون نكتف تشوي اللي تحته. وبعدين معي منطقة البون. والبردونت اللي قامت اريا وكمان السمنتة. وخمس اشياء. خمس اشياء. تمام? طيب. الان انا لازم انا مشتي اعمل شغل صح. واشتي ارقى على امور صح. لازم احصل على الريجنريشن ومش ريبير. ريجنريشن مش ريبير. ايش الفرق يا دكتور? ايش الفرق بين ريجنريشن و ريبير? ايش الفارق? اذا زي زي ما قلنا يعني ايش الفارق بين الفنانية ريجنريشن و ريبير? خلونا نضرب مثل ثاني. الصفحة هذه بتمترب الامثال. الان انا قلس معكم في القاعة كده. ولنقض في قاعد طلاب اه قاعد اه جامعة او شي. وفجأة لقدر الله قاد قريفة ضربت القدار اللي على يمين انا هذا مثلا. ودمرته تماما. ان شاء الله تكون الرؤوس سليمت. لكن خلونا الان نتخيل الحال الحاصل. اذا الجامعة هنا معاها فلوس ومعاها وقت علشان تصلح. فما بقيش تصلح شكل عشوائي. بتيجيب البنافر البداية من القدار وبعدين بتقيب صاحب الشبابيك تصلح الشبابيك. وبعدين بتقيب اللي عندنا نسميه في اليمن مليس. المليسة اللي هو اللي يحط طبقة الاسمنت يعني. يخلص يعني يعمل طبقات الاسمنت هذي. وبعدين بنجيب المرنج او الدهان عشان يدهلي القدار. وعلشان كده بنكون رجعنا كل شي بشكل زي ما هو. حتى انه واحد لو وقع بعد فترة ما يعرفش انه هذا المكان ضرب. لكن لو قلنا انه الجامعة ما فيش معاها فلوس او معاهاش الوقت الكافي. انها تعمل هذا الشيء كله. فتكتفي بس انها تجيب بناء وتجيب مقرد يغلق المكان كله بطوب وخلص وانتهينا. اذا لم تعيد الامور زي ما كانت. حصل بس مقرد اصلاح للمكان من غير ما نرجع الامور زي ما كانت. وبنفس الوقت لو وقعنا بعد فترة بتحصل لنا مشكلة. انه ممكن هذا القدار ما يكونش قوي ما يكونش وتمام. وممكن ينهار واي واحد بيشوفه بيعرف انه هذا القدار تم اصلاحه. اللي حصل في البداية هذا هو انك تعيد الامور زي ما كانت بالبداية كشكل وكوظيفة ترجع زي ما كانت. يظل الشباك موجودة قدر افتحها ويظل القدار موجود زي ما بنفس الطريقة بنفس القوة. بينما اللي حصل في الثاني هو الريبير. مقرد اقضاء وقائي دفاعي سريع يحلل المشكلة بشكل مجزئي ومش بشكل كامل. ويسأل تمييز انه في مشكلة او حاجة حصل قبل. لو عكسناها عندنا كمان عندنا في موضوع البردون نفس الكلام. الان لما يحصل لي بوكت. انا على شاب احصل على صحيح. فلازم ايش اعمل? لازم اعمل انه اقوم لا انه البون او الاستيو بلاستيك او اللي بون السمنتو بلاستي ترجع للسمنتم. لو كان بسيط بحي يحصل الريبير عادي. اا 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 او البردونت اللي جامنت يتكون. التكون والابثيرية من فوق يتكون. هذا الطبيعي. لكن لما يحصل انه نترك الامور زي ما هي. مش هنا ليحصل. نرجع هنا لموضوع مش هذا اللي يحصل. نرجع لموضوع السباق اللي تكلمنا عليه قبل شوية. السباق اللي قالنا موجود بين الطلاب اللي بيوصل الاول اسرع هو اللي بيسيطر هو اللي بياخد الصفوف الاولى. وهنا انا عندي سباق بين خمسة خلايا. الخمسة الخلايا اللي موجودة هي خلايا العبثيليام نتو تيشيو و خلايا البردونت�ル اللي جامنتش اللي هي خلايا عامة. بس احنا نمت نقول خلايا السمنتم و خلايا البون و في الغالب خلايا السمنتم والبون خلايا بطيئة ثقيلة سمينة تكلمنا عليها في محضرات اللاء الربون والسبينتم اللي هي الاستوبلاست والسبنتوبلاست. الخلايا الاسرع هي الابثيليام و علشان كذا تبدأ هي توصل في البداية وتبدأ تزحف في نفس كول على طور السمنتل League warm وبدل ما تحطي فرصة لكل شي يتكون لا هي تزحى فتعمل لي المشكلة بدل ما يتكون لي بس اللي هو من لي واحد وبعدين يغطي المكان كامل اوكي يرتبط حلو هو يرتبط في مكانه يعمل لي نتيجة خادعة باقي اقيس البكت فعلا راح ما عدت فيش معي بكت كبير يعني بدل ما كانت 6 او 7 رقع 3 او 4 لكن هذا اللي يغطي لي فترة لكن مع اي انتهاك سواء تروماتيك او باثولوجيك يروح على طول يلقع للبكت باسرع وقت زي ما قلنا القدار اللي عملنا بسرعة ممكن نهد بسرعة ومش حاجة دائمة لكن لو كاننا عملنا رجناليشن طبيعي من البداية وسليم فخلاص بتكون الامور زي ما كانت وترجع بنفس القوة اللي كانت فيها من قبل اذا زي ما قلنا هنا انه خلايا اللي هي موجودة واللي هي الموجودة في منطقة رجناليشن طبيعي هذه الوحيدة اللي قادرة تعمل وعلشان كده علشان كده لما نعمل اكسو كلوجين اللي قايين من فوق طبعات الثاني بالسرعة بعد فلما نعمل لهم من انهم يزحفوا على ونعطي نمنع انهم يزحفوا ونعطي فرصة لأنه خلايا بريدونتال ليجامنت اللي موجودة بريدونتال ليجامنت حق البون وحق السمنتم وحق البريدونتال ليجامنت هي اللي تسيطر على المكان بتشتغل براحتها وبتخلص شغلها وبعدين بيقوا الثانيين في وقتهم الصحيح وعلشان كده الأمور تمشي بشكل طبيعي إذاً هذا الكلام اللي قالنا قبل شوية الريجنريشن يعمل لي تيشيو بينما الريبير ما يعمل ليش الريجنريشن يعمل لكن هذا الريبير أحيانا ما يعملش يا ريستور لهم أو غالبيا الريجنريشن ما يعمل ليش في الغالب سكار لكن الريبير يعمل سكار تيشيو هذا طبعا لما يكون الموضوع فين في الصوف تشيو. طيب اذا علشان نمنع الكلام اللي قد ناقب شوية علشان نمنع زحف الابيثيليم وزحف الكونكتف تشيو قبل البون والبردونة لازم نعمل شيء. شوفوا بالحال اللي يصير هذي. هذا اللي قدنا عليه لما قدنا انه يتكون لي لونج جانكشن الابيثيليم. وبعدين كونكتف او او كونكتف تشيو ادهيجن. ولكونكتف تشيو لما تعمل او انه الحالة الثالثة انه تحصل ايش? انه الروت يحصل له ويتكون بالمنطقة هذي كلها ويحصل طبعا هذي متحصلوش لنادر. الحالة الاكبر هي هذا كله على بعضنا نسميه لا لانه ما مشاش بالشكل الصحيح. لكن لو نشتي الامور تكون بالشكل الصحيح انه نعمل زي ما احنا شايفين في الصورة الامامنا يكون في ايبيثيليم تحت كونكتف تشيو البور يستعاض زي ما كان. وكمان يكون البرجونة الليجامين ترجع زي ما كانت. طيب اذا كيف الطريقة? كيف يا دكتور انت من اول تشرح الكلام هذا كله? ما قلت لناش كيف ممكن ان امنع الزعفة الايبيثيليم ولكونكتف تشيو وانه ما تترتبش كل حاجة في مكانها? هذي الطريقة تتم او التكنيك تتم عن طريق وضع باريرز نعمل حواجز موانع من مواد مختلفة نسميها الممبرينز. هذي بعد ما ترفع الفلاب وتنظف وتسوي كل شيء وتحط الممبرين على المنطقة هذي تعزل بين الميوكوزا او الجنجيفا والاندر لاينج تشيو من البون والسمنتم وهذه الاشياء. فهذه الاشياء تعمل بشكل مؤقت تفصلهم عن الجنجيفا الابيثيليم. خلاص اللي بيكون معانا الابيثيليم ولكونف تشيو فوق وبينهم الممبرين وبعدين البون والسمنتم في الاسفل. اذا نرجع للسباق اللي قلنا عليها الان. الان بيكون عندي سباق. السباق هذا بيكون انه الابيثيليم سلسيه الاسرع كونكتلت الشيو وراها ثم السمنتم بروديونتا اللي جاملت والالفيرول البون. هذي الصورة الايه تبين المشكلة. رفعنا الفلاب تمام? لما في سي بنلاحظ انه الاربع الخلايا تتسابق وقلنا انه الاسرع هو الابيثيليم. لكن عشان في دي زي ما احنا شايفين الان. بدل ما نخلي الاربع الخلايا هيا لتتسابق او الاربع المساطين هيا لتتسابق. هنا بنعمل الممبرين شايفين الابيض هذا اللي موجود في الصورة دي. نعمل الممبرين يمنع علي الابيثيليم انه يسابق. نعطي فرصة للآآ كن البردونتا اللي جاملت والسمنتم والبونسلسي انها تكون كل واحدة من طريقها. وبعدين بعد فترة طبعا معانا اننا نستخدم اما نستخدم او في الحالتين في هادي الحالتين آآ اذا كان فهو يدوب بعد مثلا ستة اسابيع الى ثمانية اسابيع مثلا. وخلاص في هذه الفترة يكون البونسلسي متم تكون. وبعدين خلاص يجي طبعا ترتيب طبيعي من فوقه. او اذا كان بنفس الطريقة نعمل عملية ثانية صغيرة نشيل الممبرين بعد ما يكون قد تكون اللي تحته. فما يكونش عندنا اي مشكلة. اتمنى ان نكون قد يعني فهي فكرة الجديدة هي الاهم. اتمنى اكونوا قدر توصل الفكرة بشكل صحيح تماما. قبل ما ندخل نتكلم الان على الممبرينز. اذا انواع الممبرينز اللي هي مستخدمة في هذا الشيء وفقا للمتيريالز. احنا مش هناك ثري جنوريشنز. الفيرس جنوريشن كان هو النون رزوربيبول من برينز واللي كان النوع الاشهر منه نسميه قورتيكس. السكند جنوريشن هو كان رزوربيبول وكان فيه منه كثير من الا انواع طبعا اللي هي اشهرها اسمها ريزولت وقايدر واتريزورب والبيوكولاجين. وثيرد جنوريشن هذا كان عنده رزوربيبول بس كمان اضافروا مواد خاصة مثل او ادهيزف. اه وهذا سمينا سموه دي زي ما احنا شايفين اللي فوق هادهم هم اللي هم واللي تحت اللي نسميه اللي هو طيب الاي بي تي اه اللي هو اه بوليت ترافلورو ايثيرين اكسباند اه بوليت ترافلورو ايثيرين من برين. هذا طبعا زي ما قلنا الجورتكس اللي كان اشهر اه واحد طبعا كانت عنده ميزة ممتازة جدا انه هذا الممبرين نزل باكثر من شيء باكثر من سايز علشان يناسب المناطق اللي هي الفيشيل والبروكزيمل وكل الاشياء هذي زي ما احنا شايفين لو ركزتم على اول واحد شمال شكله هذا شايفين انه عامل كده زي المريولا او المريولا طبعا طبعا الاطفال فهذا شوف لو ركزنا هو يتحط على البكال سيرفيس للانتريار تيث اللي جنبه الاخوه يشبهه بس لو ركزنا انه اعرض وعنقه اعرض هذا يتحط للبكال سيرفيس اوف بوستيريار او الفيشيل واللينكول ولانه صعب حيانا التعامل مع اللينكول لكن هو الفيشيل واللينكول سيرفيس اس اوف بوستيريار تيث هم نفس الشكل طب ركزوا على الثاني هذا اللي عامل زي حرف البا من غير نقطة. بس لو ركزتم معانا اثنين واحد فتحته صغيرة والثاني فتحته كبيرة ممكن نستنتق ببساطة انه نفس الكلام اللي هناك بس هذا فعه فارق هذا عنده ثلاثة اسطح فهذا يحتضم السن احتضان هذا يتحطع علشان يغطي لنا الميزيال والديستل والفيشيال سيرفس اوف سيرفس الاول الانتريار تيث اللي احنا شايفين صغير والثاني شايفين اللي هو عامل حرف الاي هذا والثاني اللي هو عامل حرف هذا كمان متوسع اكثر هذا ينحشر من السنين فيغطي لنا الميزيال والديستل للسن وفي نفس الميزيال للسن والديستل للسن الثاني وبنفس الوقت كمان عنده زي زي اللي كانوا دروع اللي يبسوه زمان في العصور الوسطى يلبسو كذا في الرقبة ويكون عنده غطاء في الظهر وغطاء في الامام فهذا كمان بيعمل لي بيغطي لي غز كبير من الفيشيال اريا وغز كبير من الانتريار تيث وزي ما احنا فاهمين برضو انه هذا الامام اللي هو الاي شايب هذا الانتريار تيث بينما الثاني للبوستيريار تيث طيب هذا تخدم الفترة طويلة وكان شغال بس كان في له العيوب طبعا اول حاجة هو فبنحتاج زي ما قلنا بعد ستة اسابيع تقريبا الى ثمانية اسابيع نحتاج ان احنا نفتح عملية ثانية هو صح انفلوب في اللاب صغيرة لكن بالاخير هي عملية صغيرة ثانية نسحب الميمبرين على اساس انه بعدين خلاص نخلي الابثيليا ما نكون في تيشيو اه اشتغلو بشكل طبيعي هادي المشكلة الان عندي انا الان بعد شهر الى شهر بعد شهر ونوص متلان الى شهرين باقي والعظم بتكون لكن ما حصل لوش كومبيليت كالسيفكيشن يعني الان انا باقي واللي تكون لي حاجة نسميه الاستويد واللي فهم له الهيستروجي يعرفوش معات استويد معاته انه الماتريكس تكون لكن ما حصلش كالسيفكيشن كامل ممكن بارش الكالسيفكيشن فلا العظم مش بقوته الكاملة فلما اجي مشكيتي لما اجي اشيل اه وقتها الميمبرين ممكن برضو اصحب معي شوية من استوتشيو وكن اثرت على الشغل اللي تكون معين طيب يا دكتور ليش ما نخليهوش اكثر لانه الجسم بعد الفترة هذي ما عدا يتقبلش يحصل له اه ريجيكشن يبدأ يحصل ميمبرين اكسبوجر وانفكشن فعشان كده ما ينفعش باكتر من كده يضل الشيء الثالث انه كان الابتاء السبيس اللي نحصله لانه زي ما قلنا هو برضو يحفظه على السبيس كان يحصل يكون اقل بعدين مع الوقت لانه يبدأ يحصل له هذا انه كان يحصل ميمبرين شنينكيج طيب اذا زي ما قلنا هذي كانت الانشيال ميمبرين اللي كانت احتاج عملية ثانية وزي ما قلنا كانت تعمل عادة من ثلاثة لستة اسابيع بعد ما يحصل الانترفينشن اه السكند اوبريشن اه كانت اه عندي طبعا مشكلة يعني اوبستكل فعشان كده بدأ التفكير في اختراع القيد الثاني اللي هو طيب اذا القيد الثاني اللي كان 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 عنده نوعين النشورال والاشهر منو هو نوع البيوكلاجين او الكوالجين بس البيوكلاجين هذا نوع شركة غيرية مشهورة والشوء النوع الثاني اللي كان الريزولت او الجايدر او الاترزورب وطبعا كانت ميزاته بما انه مفيش عملية ثانية اذا لاس اوبريشنطاوب لاس دوسكم فورت للمريض لاس كوسط ايضا وكمان ما يكونش معندي كومبركيشن طبعا كومبركيشن شاستررشكال كومبركيشن طبع عملية واحدة اقل من العملية طبعا من استيرجيكال. طبعا عمليتين مهما بهذا الشيء طبيعي ومنطقي يعني. اه اذا كانت المادة الاكثر استخداما. وانا شخصيا انا لم اشتغل كارزوربول الا على الكلاجين. طبعا هي الطبعا في مادة ثاني اشتغلت فيها اللي هي الغلوكارديان طبعا. ثاني اشتغلت عليها. لكن الكلاجين الامانة كانت افضل. اه طبعا ككلاجين كمادة هي فيه ميزة كويسة. احنا نتكلم عن مادة الان استخدامها في الميدسين والدينتستري. عنده ميزات. ايش الميزة هذي? هذي كولاجين. التركيب الاساسي لاي فيبور في القسم. فعشان كده بايو كومبوتيبل ويساعد على الهيلنج. لانه كولاجين اصلا. الشيء الثاني ما فيش عليه اي اميونجيستي. ما فيش عليه اي ردفع المناعي. ما دم مواد القسم. الكولاجين برضو عنده هيموستاتيك بربورتيز. يا سلام. ايه كمان ايش كمان. يعمل اتراكشن اوكتيفاشن بردونتا الليجام دورجينجيور يحفز ما هو منهم فيهم. يحفز الخلايا الفيبروبلاس اللي موجودة عندي. تعالوا اشتغلوا وتحركوا. وقال لانه كولاجين ويحصل لذوبان طيب الكولاجين في العادة لما تكون في معانا مادة غريبة وتتمتص فهو على طول الجهاز المناعي تبعي وجهاز الليمفاوي يطلع على طول لبرة. مادة غير مرغوبة. لكن هذا يدوب مادة من مواد القسم. معك احجار في المكان بتستغلها عشان تزود عرض الصورة تبعك تقويه. اذا هذا الكولاجين المميذوب برضه يعمل اوغمنتيشن للتيشيو ثيكنيس. نلاحظي انه حتى الجنجي بيحصل لها ثيكنيس ستتحسن كمان كثيكنيس عما كانت من قبل. اذا هذا الكولاجين اللي شخصين اشتغلت فيه زي ما احنا شايفين. احنا بنلاقيه. عكس ما كنا له. وهذا عيب من عيوبه لأسف. عكس ما كنا نشوف اللي هو الا ايش اسمه هذا اللي هو النن رزوربوبول. عنده اشكال مناسبة. هذا يتقيلك بشكل صفيحة ورقية كده. لو انتم تعرفوا اوراق اللوحات الكرنة معها في المدارس. الوراق المقوة تيجي بنفس الشكل اللي هو امامك. طبعا احنا معاك. احنا في الغالب معاك الممبرين هذي احجام. نحصل مثلا خمسة عشر في خمسة عشر. خمسة عشر في ثلاثين. خمسة وعشرين في خمسة وعشرين ميلي طبعا. احنا تكلم عن ميلي. وزو انتم شايفين انا امامكم. انتم الان شايفين امامكم مكتوب الحقب هنا تبعه. طبعا الثيكنس اه خمس ميلي تقريبا. وفي الغالب طبعا انت ممكن. طبعا هاته تعطوها قطاع كبيرة. فاحنا غالبا لما كنا نحاول حتى احنا طلاب لما كنا نشتغل فيه. طبعا هذا لازم ما يكونش تتلامس معه باي شي غير معقب اطلاقا. احنا كنا لما نحتاج مثلا. انا بحتاج في الاخير اغطي مثلا منطقة ما تتجاوس مثلا في في عرضها مثلا لو قنا حتى عملتها على سنين ما تتجاوس خمسة عشر ميلي. مثلا. وتحتاج الثيكنس ستة الى سبع ميلي. فيمكن نتكفيك ثنتين او ثلاث. طيب انا كيف اتفادة ان انا اخسرها هذي. انا في الغالب كنا نمسك لما نقم نفتحها. وهذا اللي كانت تيجي داخل الامبولة هذي افضل بكثير طبعا من اللي تيجي داخل ايش ما هذي اللي تيجي داخل اكياس. من بعضهم داخل اكياس. فكنا نفتح الامبولة هذي. وعلى طول بتويزر المعقم لسه خارج من التعقيم. نلمسوه بمقص برضو خجم التعقيم. نطلحها ونقطع الجزء من غير ما نطلعه حتى يعني على بالعافية على باب الامبولة. ونقص ونخلي الثانية تدخل مباشرة ونغلقها مباشرة. لانه معها غطاء اللي هو الربر. وكنا نستفيد منه بفترة طويلة جدا. لان يعني يعني احتمال اسبوع اسبوعين ثلاثة يظلم عك شغال. لكن في الغالب لو كانت مسكته باي حاجة او حصل له اي على طول تيجي واحد من الاسطح اللي بس فيه في زي المادر الخضراء اللي معناه انه ما عادوش صالح للعمل. فهذا اللي كنا نعمله طبعا انت في معاك تلاقي سطحين بتلاقي سطح لا معه سطح محبب شوية. السطح المحبب هدا اللي بتحطه باتجاه طبعا البون والتشيو. زي ما تكلمنا برضو في البون على ايضا برضو ايش اول حاجة طبعا انه يكون افضل منه ما يكونش انه كنا ابزربوه تكلمنا ليش? انه بيكون زي ما قالنا اغلب الاشياء اللي هي لان تستخدم صناعيا هي ما متوزعش للسوق ولا تقوا وافق عليها ما لم تكون طبعا من المهم جدا انه يكون يعمل اشياء عنه ان احنا نمنع انه الخلايا الثاني انه يكون قادر على منع الخلايا الثاني انه هذا الغلاث الرئيسي منه انه يمنع انه خلايا الابيثيق والكروفتشيون تخترق عن طريقه. وطبعا لازم يحافظ على لانه زي ما قالنا احنا فيه يكون تحتها تحتبون فلازم ما يحصل له او اه في المنطقة. ولازم يكون عنده قوة على انه او عنده قابلية انه تتعامل معه ببساطة. هذه اللي قلتكم انا استخدمت تقريبا كان بريكارديا ما اذكرش بطلت بس تقريبا كان بريكارديا. فا او هذا الثاني اللي اسمه برضو تعاملنا معه كمان بالاتصناعية. المشكلة انه ما عندوش نفس الماليابلتي نفس المرونة والتعامل تبع الكولاجين. يعني هذا تحطه على طبعا انتنا شفته بسطورة اللي سابقة عبارة عن زي ورقة اللوحة زي ما قلنا. لكن هذا مجرد ما تحطه في قسطين ويمتص الدم يتحول لك الى اه شي رطب رقيق يعني يشبه شريحة اللحمة الرقيقة. فتح قدر تعمل له المكان بشكل كويس وحتى عنده قدرة على الالتصاق. يعني احنا لازم كنا نخيطه طبعا. لكن بعض الاحيان وذات في بداياتنا المكان ما عندناش خبرة في كان يتمزق علينا. فكنا لما اه خلاص لما نقدش نخيطه نرجع نحطه في المكان ونلسقه بيدنا فحتصاله عنده اه اه ادهيجان طبعا ادهيجان مش بالقوة هذه لكن اهيجان الاولي ممكن لو عندك مهارة تخيط كويس وتغطي عليه من غير ما يحصل له حركة من مكانه. لكن لما قلت تتعامل مع الشيطوزان وكمان البركارديام لا هذا كده زي قطعة البلاستيك المقوة يعني تيجي تحطه ويرتد معك ما تقدش تعمله هذا مشا كويس. وزي من قنة بفضل انه يكون يعني عنده القدرة انه اندمج مع الانسجة وهذه قنة لوش ركزنا انه اغلب هذه الاشياء هي تنطبق على الكلاجين طيب متى استخدم انا ممكن استخدمه طبعا واحده او استخدمه مع البونغرافت يعني الان زي هذه اقدر احط البونغرافت وغطي عليه امنع الابتليم النوز حفظي مقنة وبنفس الوقت اعمل حماية للسبيس وحماية للبون كمان في الكلاس تو فوركيشن لانه الكلاس تو يكون مغلق من قهة ومفتوح من القهة الثانية فانا احط اعب الكافيتي كلها والديفكت بالبون وغطي عليه اما كلاس تري معين انفعش لانه من القهة الثانية قدو ثرو وان ثرو وطبعا كلاس وون ما ينفعش في لانه زي ما قلنا كمان ما عدفيش في اي بون يمسك معاك برضه في الجينج فارسجين وهذا شخصيا كان عنوار رسائتي في الدكتوراه ان اشتغلت وقردت الجي تي ار على الجينج فارسجين احطه بعد ما ارفع الفلاب بدل معمل كرونالدفانس فلاب مباشرة احطه من تحت علشان لو معمل كرونالدفانس فلاب يتكون لابيتيليام كونيبتيشو بس لكن او ابيتيليام احيانا فقط ويكون اللي اتشمت ضعيف لكن لما احط هذا الممبرين ممكن اسمح انه يحصل لجنريريشن محترم وطبعا حاجة نسميها الالفيرربون بريزيرفيشن وهذا المصطلح نفوض انكم معروف عندكم كلكم الالفيرربون بريزيرفيشن عبارة عن عملية انا اعملها لما اكون معي مثلا سن بين خلع والسن هذا نحتاج البون طبعه يعني بالعافية هذا السن الواحد بحط عليه امبلانت ويحنا عارفين احنا بعد ما نخلع ما يقضلش نفس الارتفاع يحصل ريزوبشن البون فيتسطح لو افترضنا انه كان البون اللي معايا بالعافية يلا ثمانية او تسعة ميلي بينه بين السنة مثلا او بينه بين الكنل فلو خلعت وانت انضرت حتى يحصل اه هيلينج فبينزل الى ثلاثة اربعة او خمسة او ستة ميلي لما يكفيناش احط في المكان هذا واغطيه وخيطه وانتظر ستة شهور ثمانية شهور سنة حسبناه على البون وبعدين اه يعني اكون كده حافظ على الارتفاع ما بينزلش بالشكل الكبير اللي كان نازل فاجي بعدين احط تبعي وطبعا لما اشتي اعمل نفس الكلام معي بون ارتفاعه مش عالي اه في حول في منطقة سينس زي ما قلنا اه في منطقة اي حاجة فممكن احط بون جرافت وغطيه خيمة من الجي تي ار او الجي بي ار طبعا يستخدم برضو حاجة نسميها الجي بي ار وعمل وبعد فترة باقي وقد كول لي طيب ايش العوامل المؤثرة على الجي تي ار ايش العوامل المؤثرة على نقاح الجي تي ار اول شي في عوامل هي متعلقة بالمريض وعوامل متعلقة بالديفكت وعوامل متعلقة بعملية تقنية او الطريقة توضع الجي تي ار طيب ايش العوامل متعلقة بالمريض مستوى البلاك كنترول يعني مريض مش عامل بلاك كنترول ولا تجيب لنفسك وقع على الرأس والقلب المريض في الاخير بيحملك المسؤولية الكاملة بيقول لك انت الدكتور مش انا اشياء الثاني كمان متعلق بنفس الكلام السموكينج السموكينج هذا اللي تكلمنا عليه في من قبل وقالنا انه ينقص الكريكات عشمنتلوس واعتقد حكيت حكايتي مع احد المرضى اللي اشتغلنا لهم في مصر مريض اشتغلنا زي ما قلنا مع الدكتور الله يحفظ الدكتور يعطيها الصحة والعافية دكتور هاني شلبي استاذي اه في القراءة حاليا ايه عاملتكم الكريكات سويس حاليا هو اللي كان اشتغلها بيده ما شاء الله وانا كانت ابوه اسيستنت له وعملنا له بونجرافت عملنا له ممبرين وغطيناها باحسن ما يمكن والفلاب فوقه وبعدين طبعا هو كان سموكر وكاننا اخذنا تعهد منه من والده ووالده ما شاء الله هما استاذ الجامعة موجهة محترمة جامعة في كلية اه في في وزاة التربية وكان متعهد انه يتوقف عن تدخيل وبعدين بعد اسبوعين جال عندي افك الخيط ويا سلامة احلاها من نتيجة كانت نتيجة زي العسل لكن بعدين طبعا انا عملت كانت عمله فلوق كل اسبوعين اجالي بعد اسبوعين ثانيين وكأنك يا بو زيت ما غزيت ما شفت حاجة غريبة جدا الفلاب مفتح البونجرافت خرق الممبرين خرق يعني انا انصدمت ايش هذا مش انت اللي قلت لها قبل اسبوعين مش كانت لثك زي العسل فكنت انا جالس على كرسي الطبيب وهو قدامي على كرسي الاسنان والوالده الكريم الله يحفظها كانت اعطيها الصحة كانت وراه ما يشوفهاش فكانت تأشر لي بيصبعها امام اصابعها ومقدام فمها يعني كان على معال التدخيل وهي تهمس قاتل بتقولي في الحمام يا دكتور في الحمام الراجل راح بعد ما فكينا الخيط راح يدخن على طول طيب يا دكتور ما كان حصل هيلنج ايوه بس هيلنج اولي هيلنج اولي زي زي على طول يعني كان بقرد مدخن على طول والنيكوتين وكلام هالي عملتني مشكلة فكته من جديد ودمتني مشكلة اذا برضو نفس الكلام مهم جدا انه ما يكونش موجود برضو رزيد والانفكشن لو عندي اي رزيد والانفكشن برضو بتقلق عشان كده لما ترفع في لاب وتبدي تنظف عند الروت ومنطقة البوني عشان تشوي ننظفها تماما اي انفكشن بتعيد بتخليك الامور تسو اكثر وطبعا وجود اي سيستميك ديسيزز اذا كان ان CONTROL بيسوه الامور اكثر الديفكت فاكتورز برضو شكل الديفكت ودعم قوضته هذا كل ما كان طبعا نوع الديفكت زي ما قلنا احنا كلاس تو كلاس تري او ثري اوسيز ديفكت احسن من تو اوسيز وثو اوسيز احسن من وان اوسيز كمان فركشن تو احسن من فركشن تري كل ما كان الااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا لازم تشوف انه ما عاكتش جنجيفة كويس اقلش ثلاثة ميلي. لازم يكون كل ما كان معك ثيكش جنجيفة البيوطايب كل ما كانت نسبة نجاحك اعلى واعلى واعلى. طيب اذا ايش الاخطاء برضو اول اشياء التكنيكا اللي ممكن تأثر على النجاح. اشتغل في الاب صحيح. اقطع صحيح. ما تقطعش اللذة. ارفع اللذة بشكل صحيح. حط المنترينة بشكل صحيح. وغلق بشكل صحيح. ويعطيه جود بلاك بوس اوبرتف اه ريستراكشنز. ولازم تكون معك استيرايل تكنيك. لو كانت التكنيك تبعك مش استيرايل يحصل انفكشن. ويوم ما يحصلش هيلنج. طيب اذا لو عملنا طريقة مش كويسة ايش اللي بنحصله بل حصل انه يحصل معانا ميمبراين اكسبوجر. وهذي من او او بعدين لو ما يحصل ميمبراين اكسبوجر لما غطتش عليه كويس ما خيطتش كويس ما خيطتش اللطة كويس. يحصل باكتريكومنتميشن. وهذا زي ما قلنا يأثر على الاتاشمينت غين. طيب اذا عشان برضو نمنع الباكتريكومنتميشن. هل احط انتيباتيك مثلا. يفضل انك تعطيه في نفس اليوم الصباح. و بعدين طبع اثناء وبعد العملية. اه طبعا يساعد كيزا جدا على نفعان حرب الانفكشن. اه نعمل كرولهكسيدين او مترون دازول في نفس المنطقة علشان يساعد برضو على نفس الشيء. طيب هل الجي تي ار يستخدم واحده ولا مع اذا تكلمنا على الكلام المقبل قلنا انه يمكن نستخدم الجي تي ار مع البون هذا يعمل تأثير حلو جدا بالذات في علاقة الانتراوسيس ليجينز. طيب بالنسبة الروت كونديشنينج اللي ما يفهمش اشماعات روت كونديشنينج. هي عبارة عن وضع مواد زي الاديتا او السيترك اسيد او تيترا سايكليين قابلة على الروت سيرفس. تخليونا نرقع ونربطها مكان ثاني تتذكروا اصحاب الاندو لما كان يقول لك اعمل اديتا في القناة علشان تسمي تشيل اسمي اللير. ايش اسمي اللير بقايا التحضير والا دنتين والمش عارف ايش والا اورجانيك والاشيها دي كلها اللي داخل داخل ايش داخل قنوات طيب وعليه اذا ايش المطلوب نفس الكلام بس من برا الروت احنا لانه اتكلمنا على داخل الروت نفس الكلام الروت هذا اللي كان مغطى بلونتن اللي جميل سوفي انزيرشن داخل شاربيز فيبرس. ايوة يا دكتور ايش الكمل لله. هذا الفراغات اللي كان شاربيز في بس كلها تمتلع بايش بنفس الكلام. باورجانيك وبكتيريا وغيرها. والمواد هذي اللي زي اللي هي زي او تيترا سايكلين. هالي احطها لما احطها على ال جي تي ار على العافو على الروت سيرفيس. فهي تشيل هذه السميل لاير وتعمل لي افضل. لكن طبعا الدراسات او الابحاث تقول انه هذا الشي يضيف تأثير بسيط جدا من عشرة لعشرين بالمية. مش اكثر على العمليات اللي نحطها يعني على التاشمنت. فوضعه مع ال جي تي ار صح انه ما بيعملش نتيجة قوية جدا لكن يعمل نتيجة اضافية ولو كانت بسيطة. اللي راتبه الف ومية دولار احسن اكيد من راتبه الف دولار حتى لو كان اا حتى لو كان اقل لكن بالاخر افضل افضل مما فيش بالبلد يعني. طيب اذا الان اخر شي باتكلم عليه في هذه المحاضرة كيف نحط الايش الممبرين باتكلم اول شي عن ننزل من الممبرين اللي هو لا يذوب. طبعا في البداية زي ما قد تكلمنا في البونغرافت لازم الفلاب يكون تبعي ميوكو بريوستي الفلاب نعمل في المكان. اا طبعا ميزي لو دستري عشان ننفع الفلاب ويفضل طبعا هنا انك تفتح فلاب اا لازم تفتح فلاب اللي هو الترابوزويدن. لا ترى انك تفتح فش كبير ولا اا ممكن ممكن الانبيلوب لو وسعت فش كواسع كبير جدا ممكن بداية انت بتحطوه الى كريسجان. لكن لو بتحطوه لابون لوس وهو كبير الريسجان البون لوس فبيكون صعب. طبعا لازم ننظف المكان تماما ونعمل باللينيج للروت. لازم نقصر قطعة المناسبة للاريا يعني زي ما قلنا لازم نحسب معين المنطقة. وانا نقول احنا نستخدمها الريسجان. الريسجان اللي امامي مثلا اا كان ارتفاعه 7 ميلي وعرضه 65 ميلي. هل باقي اقص 5 ميلي و7 ميلي؟ لا طبعا ما في قص 5 ميلي و7 ميلي. لازم اعمل لي حواف بعيدة شوية. لازم امده من 3 الى 4 ميلي بكل المارجن. وامده كمان من 2 الى 3 ميلي على الجهتين. طيب يا دكتور ليش الكلام هذا ليش عدد وسطع كده ليش يخسر اكثر؟ لا انت لازم تعمل حسابك ليش؟ لان اول شي انت ممكن تعمل تريمينج يمكن تعدل شوية في الحواف لازم يكون معك احتياط. الشي الثاني اعمل مساحة احتياط. احنا عاملين الان هذا الشي عشان نمنع الابثيليام ميلي. لو عملناه بالضبط على الديفكت ممكن يحصل شوية زحف من الجوانب. لكن اعطيك مسافة امان 2-3 ميلي ملجاتين فحتى لو زحف ما بيقدرش يسحمفش عنده بعيد. بعيد كأنك انت عامل الان واحد في السقف الثاني في السقف على ثلاثة متر مش قادر يوصله. لكن لو انت عامل حفف مقابل حفف بيحاول انه يوصل بثيليام. الشي الثاني لازم هل احطه على مستوى لها التكون. الاثنين ميلي هادي اللي بتكون فيها اللثة اللي فيها الجنكشنل ابثيليم والكونكتيشو وهاء والباقي من تحته يتكون العظم إذا ما نحطش على الحافة مباشرة لأنه ما بيتكونش معانا اللي قلنا عليه الجنكشنال والكونكتيشو خلاص بالبداية نبدأ نخيط الميمبرين واحده نخيطه بسلنك سوتشر زي اللي تكلمنا عليها وشرحناها قد في المحاضرة وبعدين نلقي نطلع الفلاب فوقه زي ما قلنا نغطيه تماما على اساس ما يكونش فيه اي ونعمل برضو نفس الكلام ونعمل عشان يغطي الميمبرين بشكل كويس اه اتكلمت عليه اكثر من مرة وقالت ان انا افضله دائما هو لكن افضله هنا عشان اغطيه اعطيه انتيبيوتك وانرجيسك طبعا لمترد اسبوع بعد اربعة الى ستة اسابيع زي ما تكلمنا من قبل وبعض احيان حتى الثماني اسابيع لكن هي من اربعة ستة اسابيع خلاص اه يمكن نحصل عشان كده قد يبده يرفض ما ينفعش طويل اكثر من كده وخلاص نفتح الميمبرين بسيط صغير ونسحب الميمبرين اه يعني اه برضو اتكلمنا عنك هذا الكلام قبل لو عملنا من اه في بعض الحالة نحتاجها مثلا في بيكون طريق احسن استخدام من اه ميمبرين هي نفس الطريقة بالضبط اللي تكلمنا عليها مع فارق انه ما عنديش عملية تانية عملها هذه واحدة من الحالات اشتغلناها طبعا زي ما قد شايفين عندها ريسجان في الكنائن اه رفع على الفلاب زي ما انتم شايفين اه هذا الميمبرين زي ما انتم شايفين معدوش بنفس الطريقة اللي كان كده لا تحصلوه تخين تخين شوية وتشبع بالدم طبعا هذي مش وضعه صحيح النبس هذه عشان الصورة لازم هو بينزل شوية عن سمنتو من جانكشان بثنين ميلي وبعضين تخيطه تخيط فوق الفلاب بالوضع القديد زي ما حشايفين هالي الصورة اه في البداية والثانية تقريبا بعد اسبوعين والثالثة بعد شهرين الامور ايامها ما كانش واحد تصور كويس فازي ما حشايفين امور متحسنة الحمدلله جدا جدا طيب هذي كمان زي ما تكلمنا لما ممكن نعمل مع نرفع الفلاب نحط بونجرافت بعد ما نعمل اه تنظيف كل شيء ونحط الميمبرين فوقه ونغلق عليها هذي الصورة بس يعني التوضيحية اه هذي نفس الفكرة اللي تكلمنا عليها في شوفو بعد ما تغطى في الصورة الثانية يبدأ يحصل تكون للبون تيشيو والكونكتف تيشيو والبريدونتة والحشيات كلها في نفس الوقت اللي يبدأ يدوب فيه الميمبرين وبعدين يجي من فوقه والكونكتف تيشيو والابتليم طبيعي جدا هذي الصورة الثالثة برضو حالة ثالثة زي ما حشايفين هذا في الحالة الاولى الديفكت واضح الفوق الصورة الاولى على الشمال في الصورة بيه اللي تحتها انا شايفينه حطة البونغرافت وفي الصورة اللي فوق على اليمين حط الميمبرين الميمبرين موجود بس بتغطي بلون الدم فاحمر وبعدين اللي بعدين انتم شايفين بعد ما يقيس ما فيش تقريبا اي بوكت بعد سنة بعد ما حصل يعني بعد ما يقيس الموضوع بعد سنة هذا اللي تكلمنا عليها اللي هو اللي تكلمنا عليه بعد ما نخلع نحط البونغرافت ونغطيه ونخيط عليه اللي هو الميوكوزا وعشان كده نحفظ ارتفاع البون من غير ما نخسر اي شيء او حتى لو خسرنا تكون خسارة طليلة جدا طيب اخر شيء بنتكلم عليها اليوم ايش الحاجات اللي هي معمولة الان طبعا زي ما قلنا في ميمبرين تكلمنا عنها قبل شوية في وقلنا انهم بدأوا يعملوا بعض الاشياء بدأوا يعملوا تساعد على الالتصاق تخلي الميمبرين الالتصاق بشكل افضل برضو بدأوا يحطوا عليه مواد ضد البكتيرية علشان برضو تقلل الموجود واخر شيء برضو بدأوا يضعوا عليها يعني عبارة عن مواد تساعد برضو على تستدعي الهيلنك امامي فتساعد على انه يحصل الهيلنك افضل تساعد على انه يحصل نحافظ على الواند سبيس افضل للسمنتم وللبون ها اوه ها اوه ها اه ها اذن مع بيبي مستر بين الرجل العظيم أنا شاء الأمانة أشوف هذا الرجل رجل عظيم فعلاً لأنه رجل بكل بساطة رجل كانت عنده مشكلة في النطق وحاول يمثل وفشل وبالأخير استغل المشكلة عنده هذي في النطق في حكاية أنه قدم واحد من أفضل كوميديانات في التاريخ يعني إنسان أنا شخصياً الشخص الأكثر اللي يضحكنا من قلبي فعلاً لما أشوفه فطبعاً كثير منكم ما يعرفوش أنه اسمه طبعاً الحقيقي هو روان روان أتكنسون وهو بريطاني هو عنده ماجستير تقريباً في الهندسة فتخيلوا طبعاً بطل في سباقة السيارات مش بطل رسمي لكن إنسان يعني عنده خبرة غير عادية في سباقة السيارات فتخيلوا الشخص البسيط هذا لتشوفه إنسان بسيط جداً وحياناً تحسوا أنه متخلف في فيديوهاته أي شيء يعتبر من شيء ده ثروته الآن بعشرات الملايين ورقل مشهور جداً يعني شخص مش طبيعي عادي جداً يعني أحياناً نحصل بعض الناس يعني عاملين نفسهم من وهم لا يملكون حتى ربع إنجازت هذا الشخص المهم مع صورة مستربين ننهي المحاضرة هذه نتمنى أن نكون وفقنا في تقديم الإضافة إن شاء الله ونلتقي في المحاضرة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته